خبر آخر من هذه البومة صيدلانية مصرية تقرر إعادة تربية أستاذة جامعية في النمسا بسبب عنصريتها شابة مصرية مقيمة في مدينة جراتس تتخرج أو تحاول أن تتخرج من كلية الصيدلة فيجب عليها أن تقوم بتدريب ما في أحد الصيدليات حتى تكمل دراستها وتحصل على شهادة التخرج رسلت العديد من الصيدليات وجميع الصيدليات ردت عليها بالرافض أو تجاهلت طلبها أصلا بالمقابل جميع زميلاتها وزملائها من غير المحجبين تحديدا حتى نكون نحن واضحين حصلوا على هذه الفرصة ولكن هي عانت كثيرا ولم تستطيع الحصول على فرصة التدريب في الصيدلية ولكن الملفت للنظر أنها عندما قامت بالتواصل مع أحد الصيدليات عبر البريد الإلكتروني ردت عليها أحدهم وقالت وقالت أنا رح حاول ألاقي الكلام اللي نقال بالضبط صراحة ولكن بداية القصة طلقت رسالة الإلكترونية عبر بريدها الخاص يتهكم عليها ويتنمر عليها بصورة فجة لأنها محجبة قالين لها ماذا نريد من وجه البومة هذه تخيلوا ألا يوجد لدينا نمساويين طبعا هذه الكلمات كما قال الكاتب وكاتب المقال الأستاذ مراسلنا في جرات عبد العزيز الشرقاوي أيضا هو مصري قال أن هذه الكلمات وقعت قصتاعقة على الفتاة طبعا الفتاة بدأت ببعض يعني الشاب عفوا بدأت ببعض الإجراءات القانونية وأبلغت نقابة الصيادلة ومسؤولي الحزب والعديد من الجهات الفاعلة في جراتس ويعني توعدت بمقاضات هذه المتشددة والتي تبين معها أنها هي أستاذتها الجامعية أستاذتها مدرسة في جامعتها سابقا طبعا حاولت هذه الدكتورة الجامعية أن تعتذر وأن يعني يتم جمع الموضوع بحيث أن لا يتطور أكثر منها اللازم ولكن يعني رفضت هي أنه يعني تستجيب رفضت أن تستجيب لهذه المحاولة أنه والله تصليح الوضع كما يقال وهي أصرت على أن يستمر يعني على أن يستمر القانون ويأخذ مجرى ترجمة نانسي قنقر